من خلال مضمونه ومواقفه الواضحة جدد القرار رقم 2602 الذي يمدد ولاية بحثة المينورس لمدة عام التأكيد على الطبع المحوري للموائد المستديرة من ناحية الشكل والترتيبات والمشاركين المغرب الجزائر موريتانيا والبوليساريو كالية وحيدة لتدبير العملية السياسية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية قرار أيضا أكد سمو مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع المصطنع قيبة أمل أخرى وهزيم قاسية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة تقريف الموضوع لفاتح ألمين قبيل صدور القرار الأممي الجزائر ترفض الدعوة رسميا وتتبرأ من أي مشاركة لكن المجلس ظل كريما معها وأسر على الدعوة والحضور فالضيف طرف في النزاع والمائدة بدونه لن تكتمل الجزائر العراب والصنيع طرف نزاع مفتعل وإذ يشيد المغرب بقرار مجلس الأمن الدعوة إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء بدون شروط مسبقة وبحسنينية تمت الموافقة على هذا النص بإجماع شبه تام مع امتناع روسيا والشقيقة تونس عن التصويت سفير المغربي إلى الأمم المتحدة عمر هلال لمساء صدور القرار وخلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الأمن أكد أن القرار الأممي يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها أو بالمشاركين الأربعة فيها المغرب الجزائر موريتانيا وبوليساريو كإطار وحيد وأوحد لتسوية النزاع المفتعل قرار مجلس الأمن أمس عر للدعاءات ولكاذيب التي تروج لها الجزائر وصانعتها بوليساريو بشأن حرب هوليودية مزعومة بالصحراء بلغت بياناتها الحربية أربعمائة بيان كأنها حرب تدور رحاها في مخيلة صانعي سيناريوهاتها وذلك من خلال تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في الصحراء ينتصر قرار مجلس الأمن للمغرب في قراءته لتطور الوضع بالصحراء ويخيب انتظارات خصوم الوحدة الترابية للمملكة الجزائر الظلت تعول على استصدار قرار يعيد النظر في محادثات الصحراء ومنها الموائد المستديرة لتتنصل من المشاركة على أساس أن الأمر يهم المغرب وجبهة بوليساريو إلا أن مجلس الأمن أكد على أن الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير مسلسل النزاع وأكد أن الجزائر مدعوة للمشاركة بمسؤولية وبشكل بناء في هذا المسلسل وفيما يخص وقف إطلاق النار نوه مجلس الأمن بالتزام المغربي بوقف إطلاق النار وحمل بوليساريو مسؤولية خرق إطلاق النار عن طريق ميليشياته كما أكد القرار أيضا أن المجتمع الدولي لن يسمح بالمس بالاستقرار في المنطقة وهنا يقصد معبر القرقارات وتهديدات قطاع الطرق من عصابة بوليساريو كما دعم بشكل كبير مهمة من أرسو وحدر من عرقلة الجزائر وبوليساريو لعمل البعثة الأممية مؤكدا أن الحكم الذاتي هو المقترح الواقعي والعملي وذي المصداقية وأفق وحيد للحل النهائي